الدورات الرمضانية حلال ولا حرام بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة في فيديو جديد لو كانت الدورات الرمضانية عبارة عن ان كل فريق بيدفع اشتراك مبلغ من المال وفي الاخر الفريق الكسبان هو اللي بياخد الفلوس دي كلها او جزء منها او يجيبوا بيها فانيلات وكاس وبتاع وياخدوها الفريق الكسبان فده نوع من القمار ليه قمار كل فرقة دفعت مبلغ والفرقة الكسبانة اللي كسبت المبلغ كله على بعضه ده لا يجوز حرام امتى تبقى حلال لو مش على فلوس مش على اي جواز او ان في حد راصد جايزة يا جماعة انا من نفس كده عامل جايزة من غير ما انتم تدفعوا فلوس اللي يكسب ياخدها انا متبرع من معايا كده بخمسمائة جنيه الفرقة الكسبانة تاخدها لو بالمنطلق ده حلال انما كغالب الدورات الرمضانية للأسف كله بيدفع اشتراك وفي الاخر فرقة الكسبانة بتاخد مجموع الاشتراك او جزء من مجموع الاشتراكات ده لا يجوز ونصيحة بقى اني يعني انت في رمضان الافضل يعني تكتهد في العبادة تكتهد في الذكر لكن مش مش حرام خلاص انت صمت النهار صليت التراويح عايز ترفع عن نفسك وتلعب ما فيش مشكلة رفع عن نفسك حتى لو في رمضان انما اللي حرام لو احنا قلناها بالاطار اللي فيه هذا النوع من القمر دعم الفيديو بشير ولايك ومين شراف القناة شوفكم مرة الجاية والسلام عليكم